أعلن المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث في المغرب عن اكتشاف فريق دولي لأدلة على الاستخدام الطبي للأعشاب في مغارة الحمام ببلدة تافو جالت يعود تاريخ هذه الأدلة إلى 15 ألف سنة وتم نشرها في مجلة نيتشر اكتشف الباحثون نبتة آيفيدرا أو العلندا التي عثر على ثمارها في منطقة كانت مخصصة لدفن الموتة وفق طقوس جنائزية خاصة تعرف هذه النبتة بخصائصها الكيميائية التي تساعد في التداوي من نزلات البرد وإيقاف نزيف الدم وتخفيف الألم كما شهدت مغارة الحمام اكتشاف أقدم عملية جراحية في العالم عمرها 15 ألف سنة على جمجمة بشرية أظهرت الدراسات التآم الجرح مما يشير إلى أن الشخص الذي أجريت له العملية عاش بعدها وربما تم تخفيف آلامه باستخدام الأعشاب المكتشفة عرفت المجموعات البشرية في تلك الفترة طقوسا تتمثل في خلع الأسنان الأمامية كدليل على الانتقال من الطفولة إلى البلوغ وهي عملية صاحبها نزيف دموي وآلام تم التغلب عليهما باستخدام الأعشاب يعد وجود ثمار نبات آيفيدرا المتفحمة أقدم دليل على الاستخدام الطبي للأعشاب ويشير إلى معرفة دقيقة باستعمالات النباتات بما يسبق العصر الحجري الحديث بأكثر من ثمانية آلاف سنة شارك في هذا الاكتشاف مجموعة من الباحثين وطلبة البحوث من المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث وجامعة محمد الأول في وجدة وجامعة أوكسفورد ومعهد ماكس بلانك بألمانيا وجامعة لاسبالماس بإسبانيا ومركز الأبحاث الأركيولوجية في ألمانيا تقدم هذه الاكتشافات رؤى جديدة حول الحياة في العصر الحجري القديم الأعلى وتبرز التقدم الطبي والطقوسي للمجتمعات البشرية في تلك الفترة